بحث نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة وسكان خالد عبدالغفار مع وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني على هامش اكتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط وأوضح عبدالغفار أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية وسبل تعزيزها ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط